يعني احنا قلنا بحسب فليب باتنين اخلى نفسه واخذن صورة عبد اخفى مظاهر اللهوت في حجاب النسود لكن ليه جه في صورة انسان لماذا التجسد ليه طبيعة الانسانية اذا رحنا العبرانين اتنين هنتقابل مع سبع اسباب عن لماذا تجسد المسيح والبعضها يقول اسقط يسوع الذي وضع قليلا عن الملائكة لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد اي انه وضع قليلا عن الملائكة اي انه اتخذ صورة انسان الى فترة وجيزة يعني في دائرة الاتضاع لكي يذوق بنعمة الله الموت فالغرض الاول الذي لأجله الله ظهر في الجسد لكي يذوق الموت حد يقول لي وليه اقول لك لانه الله ما يموتش الله روح والروح لا يموت لكن لكي يذوق الموت علشان يكفر عن الخطيئة لازم ياخد جسد اللي يموت بي على الصليب فبدون جسد الله لا يموت الله روح لكن بالجسد ذهب الى الصليب ليذوق بنعمة الله الموت فالسبب الاول يقول لي لكي يذوق بنعمة الله الموت وبدون جسد لا يمكن ان يموت فلا يمكن ان يكفر عن الخطيئة سبب تاني اسقد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما اي انه اخذ من اللحم والدم ما يلزم ليكون انسانا لحم ودم بلا خطيئة حد بقى كامل معاي اسقد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس فالغرض الثاني للتجسد لكي يدخل المعركة كإنسان وينتصر على الشيطان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت سبب ثالث لأنه لاقب ذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد أي ليكون هو البيونير اللي هيجيب الجنس الجديد الأولاد اللي هيكونوا على شاكلته سبب رابع اكتفي به في الآخر لما بيقول لكي يكون رحيما ورئيس كهنة فمن ثم كان يشبه إخواته في كل شيء يعني يبقى عنده طبيعة بشرية زيهم بلا خطيئة لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب أي لكي يجرب آلام البشرية وأحزان البشرية فيكمل لكي يكون رئيس كهنة يرثلنا عندما نتألم مختبرا ومغربا في كل شيء مثلنا بلا خطيئة لكي يبيد بالموت ويعطق أولئك يعني برضو كمان مجيء لتحريرنا وغاية هذه الحرية أن نكون أبناء وبنات للرب موسيقى 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 موسيقى